منذ أن اكتملت ملامح المشروع الإيراني في سوريا والكيان الصهيوني يتحدث عن وجوب تحجيم الدور الإيراني في سوريا ويترجم هذا الحديث بغارات شبه يومية على مواقع نظام الأسد والميليشيات الإيرانية دون أن يغير ذلك قيد أنمولة من مشروع التمدد الإيراني ليصبح المشهد مألوفا لدى المتابعين قصف صهيوني متكرر يقابله صمت من نظام الأسد وإيران إلا من تهديدات لا تتجاوز لهجة الاحتفاظ بحق الرد آخر تطور في مسرح الأحداث كان عبارة عن عشرات الغارات الصهيونية التي قصفت فجر الاثنين عددا من مواقع نظام الأسد في ريفي حمص ودمشق موقعة عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات التابعة لإيران وعلى رأسها حزب الله اللبناني الغارات تركزت في منطقة الكسوة ومركز البحوث العلمية في جمرايا والبساتين الواصلة بين جديدة عرطوز وصحنايا بريف دمشق كما طال القصف مواقع عسكرية تابعة لميليشيا حزب الله في جرود بلدتي قارة وفليطة في القلمون الغربي ميزة هذا القصف الجديد أنه جاء عقب اجتماع ثلاثي بين الروس والصهاينة والأمريكان في القدس المحتلة وجرى خلال الاجتماع الحريث عن التغلغل الإيراني في سوريا وقد أبدت تل أبيب امتعاضها منه خصوصا بعد أن تجاوز دوره المسموح به وجود الروس في هذا الاجتماع يؤكد المعلومات التي تفيد بأن موسكو لم تعد راضية عن التغلغل الإيراني في مفاصل المؤسسات السورية وأن ثم تتنافسا بين الطرفين على الاستحواذ على سوريا ولقد تجلى هذا التنافس في سعي كل من موسكو وطهران إلى بث الأنشطة الثقافية ومد أذرعهما الاقتصادية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الأسد رغم كل هذه الغارات وقوتها ودقتها كما تقول تل أبيب تجول وتصول الميليشيات الإيرانية في طول البلاد وعرضها بل إن الكلمة الفصل في الدولة السورية صارت لزعيم فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وهنا يعود السؤال الأكثر إشكالية من هم الأعداء ومن هم الأصدقاء في واقع الحال إيران مستمرة في مشروعها والكيان الصهيوني لا يدمر سوى مؤسسات الدولة السورية بينما الخاسر بين هذين اللاعبين هو الشعب السوري